أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً ودعماً غير مسبوق بقادرون باختلافها فقد وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها زيادة الدعم والرعاية لهم مثل التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لدول الاحتياجات الخاصة أعلن استجابتي لدعوة شباب مصر بإعلان العام 2018 اهتمام كبير ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح أسيسي للقادرين باختلاف منذ توليه الحكمة ولعل احتفاليات قادرون باختلاف كانت خير شاهدة على ذلك حيث لم تخلو أبداً من القرارات التي اتخذها الرئيس أسيسي لتحسين حياة هذه الفئة من المجتمع ففي نسخة عام 2018 من الاحتفالية أعلن الرئيس أسيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح القادرون باختلاف لتضاف إلى 20 مليون جنيه أخرى خصصتها وزارة الأوقاف لصالح صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة والتابع لوزارة التضامن الاجتماعية كما وجه الرئيس الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لهم مثل التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية مع زيادة المشاركات الدولية لهم في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية ومساواة الحاصلين منهم على ميذاليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولي بالأسوياء في الجوائز المالية المقدمة لهم كما وجه الحكومة بإعداد بأن إحصائي شامل عن دول الاحتياجات الخاصة يتضمن أعدادهم الفعلية ونوع الإعاقة ومجالات تفوقهم وأهم احتياجاتهم من الدولة وفي نسخة عام 2019 طالب الرئيس السيسي الحكومة بترسيخ وتعزيز المزيد من الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين القادرين باختلاف وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضماناً لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات ومن ضمن هذه الإجراءات ضرورة وضع برنامج تدريبي لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانيات والقدرات والمهارات ما يؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة كما طالب الرئيس السيسي كذلك جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرات التنمر أما في نسخة العام 2021 كانت شاهدة على العديد من الإجراءات المميزة والفارقة التي أصدرها الرئيس السيسي مثل تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات لكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهممة وبجانب التوسع في مجالة تدريب وتأهيل المعلمين بأليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع القادرين باختلاف وقيام قطاعات الانتاج الفني والثقافي بانتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة وكذلك قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وصقل مهاراتهم الرياضية وفي نسخة 2022 أعلن الرئيس السيسي كعادته في هذه المناسبة مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي وجهها لمؤسسات الدولة المختلفة كان من بينها تكليف وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكملة لذوي الهمم ضماناً لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم بالإضافة إلى ذلك تم تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم كما تم تكليف وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بالذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان يتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقاً للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة وبجانب تكليف وزارة الصحة بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاقية في مختلف المحافظات وتكليف وزارة النقل بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها بأكواد الإتاحة ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية الخاصة بذوي الهمم هي إذن توجيهات رئاسية دائمة لجميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم لضمان حصولهم على كافة حقوقهم ترجمة نانسي قنقر